بسم الله الرحمن الرحيم و اما هناك اخلاقية اخرى تحت انوان مساعدة الناس نحن بالاضافة الى احترام عمل الناس و بالاضافة الى احترام شخصية الناس و شخصية كل شخص من الناس بالاضافة الى ذلك يحكم علينا و يحتم علينا و يعمرنا القرآن بان نذهب لكي نساعد الناس يعني نحن مسئولون تجاه الناس تعاونوا على البر والتقوى بما ان البر امر بشري و انساني و ان هذا البر ليس مختصا بمذهب او دين ما دون مذهب او دين اخر البر قبل ان يكون دينيا يكون انسانيا و فطريا و اذا ركز القرآن على التعاون على البر يعني التعاون في المجتمع بأسره و ليس في مجتمع مذهبي او ديني خاص علينا ان نذهب و نتحرك في مساعدة الناس الناس اذا كانوا مختاجين به المساعدة يجب علينا وفقا لهذه الاعياء ان نعمل هاكذا لان الجو الانساني خاصة في ازماننا هذه اذا الجو الانساني اذا لم يسد على المجتمع الانساني فنحن اذا نتذرر فا اذا الاخلاق الاخلاق التعاونية هذه من جملة اهم الاخلاقيات القرآنية تعاونوا على البر و اذا تعاونوا على التقوى لان التقوى يؤين مسار الانسان و يشكل فلسفة خلق الانسان نحن خلقنا لكي نعبد الله لذلك التقوى وهي مرتبطة بالله سبحانه و بكيفية تعامل الناس مع الله سبحانه هذه التقوى اذا لابد من التعاون عليها وهذا له طرقه و ليس بحثنا فعلا في ذلك لكن التعاون على البر الذي يتعلق بكل المجتمع الانساني هذا التعاون خاصة في مثل هذه الازمان امر اجتماعي بتمام معنى الكلمة لان الكثير من القضايا الاجتماعية الان لا تتحقق الا عبر عملية عملية اجتماعية يعني هذا يشارك وذاك يشارك والثالث ويساهم والرابع يتدخل و اذا تتكون العملية الاجتماعية والبر ليسا شيئا ان يركز عليه شخص واحد او عامل و فاعل واحد بل لابد ان يكون هناك عملية اجتماعية عملية اجتماعية بمعنى ان نحنو كلنا ان نشارك في خلق هذه الاملية وفي ايجاد هذه العملية تعاونوا التعاون من باب التفاعل يعني انت وهو وذاك كلكم عليكم ان تأتوا في الصاحة وتعاونوا على البر اذا البر يسود المجتمع اذا كان مجتمع بحيث اصبح بارا ولا يفهم الا البر لا يتحرك الا الا اساس البر لا يتعامل الا الا اساس البر فمثل هذا المجتمع مجتمع سعيد مجتمع يمتلك السعادة ويتمتع بالسعادة والفرح والكثير من الاشكاليات ومن انحاء الظلم يأتي من اننا لم نقم باقامة جو البر في المجتمع لذلك تعاونوا على البر والتقوى هذه الاية اية مهمة البر بالنسبة الى هذه الدنيا وسوف ينعكس على التقوى والتقوى لها اهمية بالنسبة الى الاخرة وسوف ينعكس على الدنيا فاذا هادانه يتكامل احدهما الاخر ومن التريف ان نشير الى نقطة مهمة وهي ان هذا التعاون الاجتماعي هذه الاخلاقية التعاونية الاجتماعية من اهمها التضهية التضهية يعني التوافر لتقديم الخدمات والمساعدة للاخرين ليس فقط ان نأتي وننظر ونركز على الاجر ومكافاة ليس هذا فقط صحيحا بل علينا ان نقوم بعمل خيريا هذا العمل الخيري قبل ان قبل ان يؤثر على الاخرين و يجلب النفع للآخرين يجلب النفع للعامل بالخير و للشخص البار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة